مرة أخرى يعود سوق الموسمي لبيع فاكيات الصحاء المعروفة بالكماء في المثنى بعد غزارة الأمطار التي شهدتها بادية السماوة في ساحة متخصصة لعرضه وتسويقه وسط منافسة كبيرة لبيع أجود أنواعه على متبضعين من مختلف المحافظات بدأ موسم الشمة 15-12-2023 وينتهي نهاية موسم شهر الثالث 2024 والأنواع الشمة عندك خاصة مناطق الجنوبية والبادية الجنوبية بالخاصة يعني بيها الشمة يختلف عن باقي المحافظات نحن من البغداد نشتري شمة منها من علوة السماوة لودي البغداد لعلوة على حجية من علوة النور كل شنة هنا هسوق وودي البغداد الأنواع هنا مختلفة بحسب الحجم والطعم فمنه الأحرق الذي يعد من أجود الأنواع والزبيدي الذي ينافس الأول بطعمه حتى بات غذاء نفيساً ينافس اللحوم الحمراء والبيضاء على موائد العراقيين حانواع شمة زبيدي عندك زبيدي وعدك أحرك الدول تضغب مال التسويق يرغبون الزبيدي زيان والأحرك النهاية الموسم طبعاً يطيح الأحرك وعدك أرجاوي درجة أبيض خشن سعدينتنا بيها يمكن أملاح أحسن من بعض المحافظات يرغبون أحسن من الشمال هنا شمال كيلو يدك شمال يدك كيلو ومال أرغبة ويأخذون شمال بزايد ولكون بادية السماوة تتميز عن غيرها بملوحة أرضها فإن الكماء المستخرج منها يمتاز بنكهة خاصة بحسب المتبضعين كمانا كم السماوة يختلف عن بقية المحافظات وخاصة عن السورية عن الغربية ديك لأننا رضنا بيها ملوحة شوي أسعاره موسوى من العشرة إلى العشرين ورغم ارتفاع أسعاره إلا أن أغلب العائلات العراقية تحرص على الحضور لسوق الكمائي في المثنى لشرائه كونه يعد من الواجبات الغذائية النادرة لما فيه من فوائد صحية غذائية من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية